أصبحت أشجار القرم في مياه الخليج العربي عنوانا للتلاحم كأخصانها المتشابكة على ضفف السواحل تأخذ من أشعة الشمس توهجها متغلبة بذلك على ملوحة البحر ليتحول إلى ماء عذب ينمو فيه الخير والنماء نعم عزيزة أشجار القرم عنوان أصيل من عنوين التعاون الخليجي في مجال حماية البيع والحياة الفطرية نستعرض أبرز ما تم في هذا المجال من خلال هذا التقرير ضربت بجذورها في سواحل الخليج أبت إلا أن يكون سقياها من مائه مقاومة لملوحته ومتأقلمة معه إنها أشجار القرم التي تشكل إلى جانب ذهب رمال الخليج وسمائه وبحره الزرقوين واحة خضراء نظرة صمام أمان هي بكثافتها وتشابكها تكسر أمواج البحر إذا اندلعت لتتعالى على السواحل وملاذا آمنا تحط فيه آلاف الطيور المهاجرة وحاضنة لصغار الأسماك ومصدرا لغذائها كل ذلك لنبتة واحدة هي فيض من غيظ حياة فطرية تحظى برعاية واهتمام في دول الخليج العربي حيث اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة بمسقط عام 1985 وثيقة السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة لتكون المنطلق الأساس في وضع استراتيجيات العمل البيئي لدول المجلس إدراكا لأهمية التنمية والبيئة وحرصا على إيجاد حلول بعيدة المدى لعدد من المشكلات البيئية التي نشأت نتيجة للتطورات التي شهدتها دول مجلس التعاون وانطلاقا من التشابه الكبير في الظروف التنموية والبيئية لدول المجلس كما اعتمدت دول المجلس اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2004 قاسم مشترك بين أشجار القرن في رمزيتها وبقاء دول الخليج العربي عصية على أي طامع قوية في جذور التآخي والوحدة الخليجية المصيرية وحول هذا الموضوع يأسرنا أن تكون معنا في استوديو الأستاذة نوف الوسمي أخصائية أولى ومسؤولة إدارة التنوع الحيوي في المجلس الأعلى بالبيئة أهلا بك نوف تخبرين ما هي أسس التعاون الخليجي في مجال حماية التنوع الحيوي في دول الخليج طبعا بداية إدراكا من قادة دول مجلس التعاون الخليجي لأهمية التنوع الحيوي وأهمية الحياة الفطرية في دول مجلس التعاون الخليجي وأدركوا كذلك التهديدات التي تأثر على التنوع الحيوي في دول مجلس التعاون وإدراكا منهم لأهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتنوع الحيوي تم اعتماد اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية في دول مجلس التعاون عام 2001 في الدورة الثانية والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي نعم ما شاء الله يعني أستاذ نوف التعاون أيضا عزيزة أيضا التعاون الخليجي ليس فقط مبتصرا على الجانب الاجتماعي والاقتصادي يبدو له هناك تعاون كبير أيضا فيما يتعلق بالتنوع الحيوي في دول مجلس هل هناك تهديدات لهذا النوع من الأشجار؟ بالنسبة لأشجار القرم طبعا أول بداية خلنا نطرق الأهمية الإيكولوجية لأشجار القرم أشجار القرم لها أهمية بيئية من ناحية أنها تكون بيئة حاضنة لسقار أصبعيات الأسماك وليرقات الربيان وكذلك تعتبر ملاذ آمن للطيور المهاجرة فمثلا في مملكة البحرين هناك ما لا يقل عن 48 نوع من الأنواع المهاجرة تعتبر هذه البيئة ملاذ لها بالنسبة للتهديدات أخوي طبعا مثل من تعارفين دول مجلس التعاون تشهد في الأونة الأخيرة تطور من ناحية المعمارية والتنمية الاقتصادية فهذه التطور يساهم تهديدات بشرية لهذه البيئة ما تنتجه التقلية والعلم أيضا ربما يساهم بتهديد هذا النوع من الأشجار بالضبط ولحمايتها من هذه التهديدات ما هي أهم الجهود التي تقومون باتخاذها لحماية هذه النوع من الأشجار؟ دول مجلس التعاون أخذت على عتقها حماية الحياة الفطرية بشكل عام بالنسبة للأشجار القرم أيضا قامت دول مجلس التعاون في مشاريع لاستزراع القرم فعلى سبيل المثال لو أخذنا مملكة البحرين بتوجيهات من سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليف الممثل الشخصي لجلالة الملك ورئيس المجلس الأعلى للبيئة وبإشراف مباشر من قبل سعادة الرئيس التنفيذي دكتور محمد مبارك من دينا قمنا بإطلاق مشروع استزراع القرم طبعا بالتعاون مع المبادرة الوطنية تنمية الغطاع الزراعي وخلال 2013 إلى 2016 استزرعنا ما لا يقل عن 5000 شتلة من نبات القرم يساهم في إعادة تأهيل المناطق المتاهرة لأشجار القرم لكم تطلعات مستقبلية السادة نوب نعم نحن نطلع أن هناك سياحة بيئية لهذه البيئة وهذه السياحة تأخذ على عاتقها الجانب التعليمي والاقتصادي والترفيهي وتخلق ثقافة بيئية متينة في المجتمع لأفراد دول المجتمع ذكرت الترفيهي باختصار ماذا تعلم به؟ طبعا أنتم مثل من تعرفين أشجار القرم بيئة جميلة جدا فلو أخذنا على سبيل المثال خليج توبلي راس سند في مملكة البحرين يعني اللي يروح يزورها يشاهد بيئة متكاملة من أشجار القرم تعتبر قابة من نبات القرم بالإضافة إلى الطيور فهذه يعني يمثل ممكن استفادة منها نعم بالجانب البيئة نعم كل الشكر للسادة نوفي الوسمي خصى أول مسؤولة إدارة التنوى الحياة وفي المجلسة العالي البيئة شكرا جزيرا لك ألا أفضل